حكاية محمد أبو جبل بص بقى أول حاجة أكيد محمد أبو جبل مبارح كان ممكن يعمل أحسن من كده أكيد بس دي ضربة ترجيح في الأول والآخر يعني ما تضرش لوم قوي قوي الحارس اللي ما يصدش أو اللعب اللي بيضايع بس ممكن تقول كان يبقى فيه أحسن تمام؟ دي حكاية حكاية تانية إن كتير من الناس طلعت وانتقطت وهجمت فكرة الإعلان عن صفقة محمد أبو جبل أمس للنادي الأهلي في حقيقة الأمر بحسب معلوماتي اللي جمعتها إن الأهلي لم يتحدث مع أبو جبل فقط فقط استطلع رأيه بس لم يتحدث عن تفاصيل تعاقد لم يتحدث عن مدة لم يتحدث عن أي شيء الأهلي خلال أيام القليلة الماضية كان يتحدث فقط مع البنك الأهلي واللي خلى النادي الأهلي يعمل ده إنه خلاص فترة القيد فضلها كم يوم وتغلق وأنت عندك محمد شناوي أصيب فأنت لازم بسرعة تخلص فأبو جبل كمل لو أنت نيتك أبو جبل فأبو جبل هيكمل في البطولة قبل ما تخلص هيكون فترة القيد هنا قفلت فطبية الأهلي هيحاول يخلص في الحارس من ناحية تانية يا ما شفنا لعيبة كان بتلعب مع فرقها فرق أوروبية في منتخبات أوروبية كبيرة أو منتخبات عالمية في بطلقات عالمية وأوروبية وكاننا بنسمع أنه فلان خلاص انتقل للنادي فلانو هينطنم لي بعد كاس العالم بعد كاس أوروبا فده بيحصل يعني مش دي الحكاية يعني أنا ليه قلتلك على الجزئيتين دول قبل ما اتكلم على أبو جبل في تفاصيل تعاقوده مع النادي الأهلي والنهار ده كمان الموضوع بوض يعني عشان إحنا دايما دايما بدون ما نقصد بنسيب الأصل ونبص على العصفورة شاف العصفورة وإحنا إحنا اللي بروح نشوفها لوحدنا حاتش بقولنا نروح شوفوها إحنا منروح نشوفها لوحدنا نشوف العصفورة تكلمنا في أمور كثيرة جدا مبالح بعد المباراة والنهار ده بعيد عن الأصل الأصل يا جماعة نحنا كلنا كلنا لازم نساعد بعض أن نحنا نطور الكرة المصرية لكن هنمسك في لعب لعب مش هادي الحكاية والله امسك في محمد صلح امسك في محمد أبو جبل امسك في محمود حمادة امسك في محمود حمادة مش هادي الحكاية احنا مستوانة من أول مباراة للآخر ما كانش جايد بكل اللعبين اللي شاركت ما كانش جايد فيما يخص حكاية تراجع النادي الأهل عن التعاقد معه المعلومات اللي هاقول لحراك ده هتسمعها ربما لأول مرة لألي فعلا كان مخلص محمد أبو جبل واتفق مع نادي في بنك الأهل وبنك الأهل فعلا راح جاب أحمد الزنفولي ولألي خلص مبداي مع أبو جبل وكانش فيه توقعات وكانش فيه تفاصيل كسيرة ولكن ولكن أول حاجة بعد ما تم تسريب الخبر عشان الآهل لم يعلن رسميا هذا الخبر تم تسريب خبر تعاقد الآهل مع محمد أبو جبل على سبيل العرى لمدة 6 أشهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الآهل الأساسي أبدأ تحفظ على وجود أبو جبل نظرا لوجود علاقة مش أحسن شيء بينهم يعني وشناوي تواصل مع أحد مسؤولي النادي الآهل وقال لهم أنه هو ممكن لو عايزيني يجيه محمد أبو جبل طبعا النادي براحته بس سيبوني برضو أتحرك أحترف في نهاية الموسم أنا كنت موجود في النادي الآهل لأن النادي الآهل كان في حاجة ليا فلو بقى في حارس آخر ممكن أنا أخد فرصتي في الاحتراف وخاصة أن أنا عندي أوروض وتحديدا من الدوري السعودي وده واحد من الأسباب اللي خلى النادي الآهلي يتراجع عن محمد أبو جبل سبب التاني أحد المقربين من إدارة النادي الآهلي تحدث مع إدارة الكورة حول مصطفى شبير وأنه لابد أن يكون الحارس الأساسي خصوصا وأن النادي قبل كده رفض أكتر من عرض لرحيله بمعنى أصح أن مصطفى شبير كان بيرفض أكتر من عرض للرحيل عشان لما يبقى فيه فرصة أنه يلعب يلعب فالفرصة جت فلما الفرصة تيجي ما تجيبش علي حارس آخر فدي برضو من الحاجات لخالة الأهلي يتراجع عن أبو جبل تالت حاجة من الحاجات لخالة الأهلي يعني يتراجع إن أبو جبل وكيله هو شقيقه وكيل أبو جبل طلب من نادي الأهلي إنه أبو جبل خلال الستة أشهر ياخد اتنين مليون جنيه في الشهر في الشهر يعني اتناشر مليون في ستة شهور طبعا الأهلي رفض ده تماما وقال له إحنا أخيرنا كنادي أهلي ندفع سبعة ونص مليون جنيه في فترة العرف فترة الستة شهور ده بخلاف طبعا السبعة ونص الأهلي كان مفهود يدفعهم لي البنك الأهلي عشان تبقى الصفقة كلها بخمستاشر مليون جنيه في ستة شهور فالأهلي شاف فيه مغالا فقال بلش طيب بعد التلات حاجات اللي فاتوا دي ودول الأساس عشان اللي جاية دي مش الأساس بس دول الأساس التلات اللي فاتوا دول مستوى طبعا محمد أبو جبل تحديدا في رقلات الترجيح بعد مباراة تلكون وحالة الزعل والغضب الجماهيري سواء من اللاعب سواء جميع النادي الأهلي أو أي جميع أخرى فخلت الجميع الأهلي أو النادي الأهلي يعني يسرف النظر ويقول لك لا خلاص كده كده الجمهور مش يبقى متقبل فكرة أبو جبل في الوقت الحالي طيب الموقف الحالي إيه بقى الموقف الحالي الأهلي عاد للنقطة صفر اللي كنت قلتها لكم مثلا من حوالي أسبوعين أول ما شناه وتصاب أول ما شناه وتصاب قلت لكم إيه للأهلي بيفكر في علي لطفي فالأهلي رجع تاني عشان يشوف فعلي لطفي ينفع يجي النادي الأهلي خلال ست شهور اللي جايين دول الأول زد كان مرحب جدا من أسبوعين دلوقتي زد لسه بيفكر بدأ يتراجع شوية ده من ناحية إن زد مش متحمس أول المفاجأة بقى إن علي لطفي نفسه اللي مش متحمس يرجع للنادي الأهلي ليه وده السبب اللي خلع علي لطفي مبالح نازل سورته بتشيرت زده يعني أنا مكمل يعني من الآخر ليه إنه تقلع علي لطفي لو هتيجي النادي الأهلي فهتبقى حارس تاني بعد مصطفى شبير فالراجل قال لأ ده أنا مشيت أصلا عشان كنت حارس تاني للشناوي فلا أنا هكمل مع زده أبقى حارس أول أنا إلي خليني أرجع حارس تاني وبما أني مشيت حارس تاني فأنا أرجع حارس تاني للشناوي يعني الشناوي مش موجود أنا ألعب حارس أول مرجعش بقى أبقى تالت وأبقى تاني لمصطفى شبير فبرضو عاي لطفي مزمزق شوية مزمزق طيب شكرا لطفي مزمزق شوية شكرا لطفي مزمزق شوية